أستاذ هالة خليل المخرجة والكاتبة الموهوبة زي ما قدمناك في الأول أهلا وسهلا أرسي جدا جدا يعني أنا الحقيقة احترت في الأول إنتي درستي إيه بالزبط يعني أنا شفت أنك مريتي على كلية الهندسة وكلية الإعلام ومعهد السينما يعني ما هذا التنقل هي أنا من الأول خالص أنا كنت ولا عايزة كده ولا كده ولا كده أنا كنت عايزة مثل بصراحة كمان يعني أنا كانت التجربة أنه أنا في المدرسة عملت كان عندي حظ كده أنه مدرستني عملت مصرحية لتأليف يسر الجندي رابعة العدوية وجابوا أنه مخرج من بره محترف وأنا عملت الدور رابعة العدوية ومصرحية ترعة جميلة وأخذت جواز والتجربة بهارتني وعجبتني جدا جدا وبعدين فكرت أنه طب ليه لا أحلوة الحكاية بس بقى السوق حظي أن أنا متفوقة طول حياتي في المدرسة وبطلع من الأوائل مش من الأوائل يعني حتى كلمة من الأوائل دي كتش مقبولة عندنا في البيت لأ لازم تبيي الأولى مش من الأوائل يعني فجابت مجموعة كبير للأسف في السنوية للأسف فأنا كنت عالمي رياضة فنمت وبابايا طبعا على طول هندسة يعني فهما يعني قاعدوا يملوا أنا ما كنتش أعرف بقى حاجة يعني حتى أنا ما عرفش اللي بيمثلوا دول بيروحوا فينا عشان يمثلوا يعني في دراسة ما فيش دراسة فقلت لهم وهم بيعملوا الاستمارات بتاعة الهندسة يعني هندسة القاهرة هندسة اسكندرية هندسة كده فقلت لهم هو في حاجة اسمها حد بيدرس تمثيل فهندسة الزئزي هندسة المنصورة ما كان يقولش حاجة وأنا كنت أصغر من أن أنا حتى يعني أعيد الكلام تاني فأما دخلت كورية الهندسة أول حاجة سألت عليها كانت مسرح الكلية وكان حظي حلو جدا أنه كان فيه مسرح ومسرح محترم كان في الوقت ده من أكتر المسارح المحترمة لأنه كان مسرح مسيس مسيس بمعنى أنه عنده توجه سياسي بالفعل وبيشتغل على المسرحيات العالمية القيمة الثقيلة المحترمة فأنا دخلت وسط المجموعة دي